عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين وممثل جمعات المشمل المدني بمدينة أبشا عطلقه ألي ولاية ودي بشر علي سليمان نشاطات الأسبوع الوطني للشجرة حضرة 2023 بمدينة أبشا ذلك تحت شيار التسجير من أجل السلام الدائم سهت المقر الجديد للمؤسسة الوطنية للعلم والتقنية بأبشا هي التي اخطرت لإطلاق هذه العملية المندوب الولئي لجرة البيئة محمد أحمد حصب الله الذي تحدث أمام الحضر في هذه المناسبة البيئية التي لها دور في مواجهة الزحف الصحراوي قال إن الهدف من هذا الأسبوع يتمثل في تعوية المواطنين في الهفاظ على البيئة لذلك طالب المواطنين دعم المندوبية في هذا الجانب في خطابه لتلقي فعالية الأسبوع بشر علي سليمان ولي الولاية طالب مساهمة الجميع في حماية النظام البيئي مشيرا إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال مشاركة الجميع في عملية التسجير كما ذكر المشاركين في حفل الانطلاقة بمختلف المعاهدات التي شاركت فيها تشاد في حماية البيئة يشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه الشجرات التي تم غرصها فقد شهد الحفل أيضا تسليم أكثر من ألفين شجيرة لمندوبية البيئة من قبل شمية عمد رادر